بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم يمكن أول ما نسمع كده وحد يقول قدامنا ده فلان خان مراته نعرف على طول أنه هو على علاقة بوحدة تانية الخيانة الزوجية كانت زمان أنه واحد يتعرف على وحدة غير مراته ويبدلها المشاعر اللي المفروض أنه ما يدهاش غير مراته بس والعكس بقى ومع الأسف أنه دلوقتي كمان نسمع أن الزوجة اللي المفروض أنها تتقل في زوجها لكن للأسف تلاقيها برضو بتخونه مع حد تاني يمكن العشرين سنة الأخيرة كمان بقى فيه نوع من الخيانة الناس بتبررها للأسف على أساس أنها مش خيانة بالمعنى المفهوم لأنها عن طريق الشات والإنترنت أو التليفونات لكن في الحقيقة أن الخيانة هي الخيانة بجميع صورها وأشكالها خلونا نتكلم النهاردة عن التكنولوجيا والتطور اللي احنا بقينا فيه والفيسبوك والواتساب والحاجات اللي بقت بتتيح لنا الفرصة أننا نتواصل مع ناس ما شوفنا همش وما نعرف همش وتبدأ علاقات كتير جدا تسبب في خراب البيوت ده غير كمان أنه في حاجات بيكون فيها حرمانية شديدة جدا تعالوا نقول إزاي نقدر نستغل التطور اللي احنا فيه في شيء إيجابي يفيدنا في حياتنا ونبعد تماما عن السلبيات والأشياء اللي فيها حرمانية اللي تخلينا في النهاية تتخرب حياتنا ويتخرب بيوتنا وبرضو ما ننولش ردة ربنا سبحانه وتعالى هيكون معنا إن شاء الله النهاردة فضلت الشيخ أحمد ترك وأكيد برحبت صلاة حضراتكم وأسئلتكم ولكن بعد الفاصل